موسيقى السلام عليكم مشاهدين الأكارم نحييكم الجديد من العاصمة العراقية بغداد في حلقة جديدة من حديث العراق هي أيام إذن وتصمت التصريحات ويعلو صوت الناخب العراقي أثابت حتى الآن أن خلافات كبيرة تسجل بين الكتل والقوى الرئيسة في الخارطة السياسية العراقية تثبتها سيل التصريحات والاتهامات بعضها يمكن صرفه انتخابيا كما يقول البعض ويراهن على أنها ستزول وتختفي بعد جلاء ما سيجنيه كل طرف من أصوات ومقاعد حيث الكلمة للتحالفات والشراكة من يتحالف مع من؟ قالها الشيخ همام حمودي القياد في المجلس الأعلى الإسلامي سيكون التحالف الوطني منطلقا لتشكيل الحكومة المقبلة نسأل كيف في ضوء ما يقال عن معارك بين أسماء توصف بالسقور داخل التحالف الوطني قد تعصف بوحدته وخصوصا بعد اعتزال السيد مقتدى الصدر الحياة السياسية لمن سيجير صوت التيار الصدري في تحالفات الغد ما مصير أدبع هذا التيار؟ في حلقة الليلة من حديث العراق نستضيفه النائب في البرلمان العراقي السيد بهاء الأعرجي ورئيس تجمع الشراكة الوطنية للتيار الصدري أهلا بك سيد بهاء الأعرجي منذ إعلان السيد حقيقة السيد مقتدى الصدر من حوالي شهرين اعتزال الحياة السياسية ما زالت إرهاصات هذا القرار تتوالى وربما الأهم الإنعكاسات لهذا القرار على الخارطة السياسية آلات عديدة تحتاج إلى توضيح خصوصا لصوت الناخب العراقي بالنسبة للتيار وأيضا صوت التيار الصدري في التحالفات المقبلة طالما أنه ربما لا يكون مشاركة هناك بالعملية السياسية هذا سنستوضحه لكن قبل ذلك أنتم من تمثلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحن أكيد نمثل التيار الصدري القوائم الثلاثة تجمع الشراكة الوطنية الأحرار تمثل التيار الصدري ودليل على ذلك أن هذه القوائم قد أنشأت وسميت بوجود السيد وبالمناسبة أن السيد سمحت السيد لم يعتزل العمل السياسي وإنما ترك العمل السياسي هناك فرق بين الاعتزال والترك والترك يعني أنها رجع إن شاء الله وإن شاء الله سوف تكون رجع قريبة وقت أن يرضى سمحت السيد على الوضع البرلماني والحكومي وما آله إليه البلد بسبب تفرض البعض بالسلطة وبسبب حقيقة كنتهم بالعهود والمواعيد وكذلك عدم تنفيذ الاتفاقات التي كانت للمصرحة العراقية الوطنية وليس لمصرحة حجب معين بذاته لذلك هو لم يكن اعتزالا وإنما تركا وهذا ما بينه سمحت السيد أنا تعرف لماذا أسألك سيد بهاب قبل الوقوف على نقطة الاعتزال والترك والعودة لأن أكثر من ضيف من قوى سياسية أخرى تم التجديد على أنه لا يوجد أحد حقيقة بالمعنى العام لهذه الاتلافات الثلاثة التي تمثل كتلة الأحرار الآن هي فعلا تمثل التيار الصدري وقالها صراحة السيد مقتدر الصدر لا أحد يمثلني سأحاسب كل أحد يعمل باسمي أولا نحن صدريين حتى اللي يقول ممثلني سمحت السيد مقتدر الصدر أعزه الله نحن لا نرتبط بها للصدر أو بالتيارة الصدري بارتباط سياسي وإنما ارتباطنا عقائدي قبل أن يكون سياسي نحن نقلد مرجعية معينة فبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول لنا اتركوا تقليد هذه المرجعية فإذا ارتباطنا روحي ما نقدر نقول مصدريين هذا واحد أثنيا اليوم الهيئة السياسية والأمناء والسادة الأمناء كلهم يعملون وهذه هي كرية وهي كرية صدرية سمحت السيد عندما يقول على كل الناخبين أن يشتركوا بالانتخابات هذا يعني هناك مدعات للتغيير وإذا حدث هذا التغيير سوف يترك هذا الترك ويرجع إلى معاودة العمل السياسي النقطة التي يجب أن يفهمها الجميع أنه سمحت السيد عندما احترك العمل السياسي هو ليس لخلاف أو لعدم رضاء عن ممثلي التيار الصدري سواء كان في الحكومة أو البرلمان وإنما على الوضع بصورة عامة وهو كان يخشى حقيقة أن تكون هناك أحداث ترعب الساحة العراقية لذلك ترفع عن هذا الأمر ترفع عن أن يكون جزءا من عملية سياسية لأنه يكون ممثلا لأكبر مرجعية إسلامية موجودة على الأقل في العراق وفي العالم الإسلامي الموجود القريب منها هذا هو الذي كان يبتغي أنا أقول سمحت السيد دعا لمرات عديدة قبل أن يترك الوضع السياسي بأن يكون التيار الصدري 70 مقاعد ونحن حقيقة نتأهد بأننا سوف نكون بهذه المقاعد إن شاء الله ليرجع سماحة السيد العمل السياسي وأشدد على فكرة إن كنتم تتبعون التيار الصدري من الناحية روحانية والعمل السياسي شيء آخر لكن النقطة الأهمة التي ذكرتها بأن السيد مقتد الصدري اعتزل الحياة السياسية احتجاجا على أداء الحكومة على رئيس أداء الحكومة ليس على أداء كتلة الأحرار في البرلمان ولا حتى الوزراء لأنه يتم الحديث معمقا على أنه هناك من في داخل التيار وهذه الكتلة لم يكن على قدر المسؤولية لا بالبرلمان ولا حتى بأداء الوزراء لديكم العديد من الوزراء الخدمية يعني الحفاظ على سمعة آل الصدر ليس فقط بما يتعلق بالحكومة ككل أداء التيار أنت إذا تتكلمين على الأداء 100% أن يكون مرضي للجميع ليس فقط ليس سمحت السيد وأنه للشعب العراق والله فوق كل شيء فبالتالي أكيد هناك أكوها فوات وخطوات فكانت في الكتلة الوزارية لكن انسحاب سماحة السيد الذي بعض الخصومة وبعض الأعداء وبعض المنافسين الذي قالوا بسبب بعض الشخصيات الموجودة سواء بالبرلمان والوزارة هذا غير صحيح والدليل على ذلك أن لسماحة السيدة عزها الله مقولة مشهورة يقول من يسير لآل الصدر بقزقوصة ورق أنهية وأبعدة فبالتالي لو أساء أحد وهو كان سبب الانسحاب نحن في أجواء انتقابية نحن غطاءنا الشرعي أقول ليس بصراحة هو آل الصدر والسماحة السيد مقتدر الصدر فبالتالي هذا الغطاء نتمسك به حتى لو حارب وربما يزد أنه آل الصدر هذا لا يعني كل من يعني ضمن التيار الصدري يعني يشمله هذا التصريح لكن المعطيات التي سبقت اعتزال السيد مقتدر الصدر كانت تشير إلى أن هناك مواقف ستصدر عن مكتب الصدر في النجف الأشرف خاصة بعد ما صدر من مشكلة بالتصويت والتصريحات بما يتعلق بقانون التقاعد والامتيازات التقاعدية لمجلس النواب والموضوع طال لكم سيد بهاء الأهرجي شخصيا أنا أولا انسحاب أو ترك سمحت السيد للوضع هو لم يكن بسبب هذا الموضوع نحن مطلبنا لقاء الراتب التقاعد هذا واحد أبدا لا من بعيد ولا من قريب وذلك مثل ما قلت قبل قليل بعض الخصوم حاول أن نستخدمون هذا السلاح القذر من أجل التشويه من مرة بهاء الأهرجي مرة كتلة الأحرار اثنيا عندما ترجعين إلى بيان سماحة السيد في الترك هو لم يهيكل العمل السياسي فقط وإنما العمل الاجتماعي والعمل الاقتصادي وكل مرافق التيار الصدري هذا واحد اثنيا هل معقولة أن سماحة السيد مثلا على سيد بهاء ويفلس كل التيار الصدري مثلا على العراجي تم العفوز الموارد المائية أيضا تم الحديث عنك بشكل شخصي بما يتعلق أيضا بك هذا المثل اللي أقول أنا أقول هناك مؤشرات لسماحة السيد هناك ملاحظات على بعض السوء كانوا في البرلمان أو في الحكومة لكن هذه لم تصل إلى هذا المستوى دليل على ذلك أن سماحة السيد أقام أشكل لجانا تحقيقية على بعض أعضاء البرلمان وبعض الوزراء ووصلت نتائج التحقيق قبل ذلك أحد الشمال أيضا وزراءكم نعم نعم إذن هناك مشكلة لا نتكلم بمواضيع تختلف وقديمة يعني أقول لو أن كان الحديث هذا صحيحا لا شكل هذا أنا أقول لش بصراحة سمحت السيد كان رأىه قرار الانسحاب منذ فترة من أعلانه لكن هناك أسباب أجلت من هذا الموضوع وكان في هذا الموضوع قد تبدو الأمور الخارجية أو بما يتعلق بالمشاكل مع الحكومة مع رئيس الحكومة واضحة لكن عندما نتحدث عن داخل التيار الصدري عن كتلة الأحرار هي مهمة جدا لأنه يبدو أن هناك غضب يعني على بعض المكونات أو العناصر في هذا التيار أثنى على جهد أحد لم يذكر أحد يعني لم يفني ويشيد بعمل أي من وزراء أو سوى محافظ ميسان ومحافظ بغداد هذا لا يوحي بتلك الدلالات؟ أولا محافظ ميسان يستحق وأيضا الأخ محافظة يستحقون لكن هذا سمحت شيء قبل لها كلمة أنا أريد أن أقف على مسافة واحدة من المرشحين طبعا ممن القوائم حتى القوائم الثلاثة الأخوة محافظ ميسان ومغداد لم يرشحوا للانتخابات هو لو قال أنا أقف إلى جانب بهاء العرجية ويمتدح بهاء العرجية هذا يعني يميز بهاء العرجية عن باقية المرشحين وإنما ذكر الإسمين العزيزين وهم أخوان وقاموا بعمل كبير لأنهم غير مرشحين بالانتخابات لم يرشح محافظ ميسان لرئاسة الوزراء لا لم يرشح لا أخي لم يرشح لرئاسة الوزراء لحد هذه الساعة بالمناسب هذا مقاله ضياء الأسد من الأحراض أنا أتكلم عن الترشيح في مجلس النواب أما مرشحنا لرئاسة الوزراء حقيقة لم نتفق عليه لحد هذه الساعة ولكن عندما يتم الإثناء على شخصية يذكر فيما بعد أنه ممكن تكون رئاسة الوزراء هناك شكر أو إشادة بجهودهم نحن نشيد ونفتخر بجهودهم هذا الموضوع ثاني لكن أنا أقول سماعت السيد لو قال أنا أشكر بهاء الأعرجي أو أشكر فلان من الوزراء أو من النواب هذا سوف يميزه عن الآخرين لأن الآخرين مرشحين للانتخابات والأخوة المحافظين لم يرشحوا للانتخابات هل هناك رضا عنك بالنسبة للسيد مقتدى الصدر هو راضي عن بهاء الأعرجي يعني لو لم يكن هذا أنا أعظم مجلس النواب الوحيد الذي استثنيت من أن أرشح للمرة الرابعة أما أخواني حقيقة لم يسمح لهم بالترشيح أنا رئيس قائمة أو أحدى أو أبرز قوائم التيار الصدري وأترائس في هذا الأمر أما هذا الكلام هذه كلامات دعايات ومن أجل التسقيط السياسي وأنا قلت لش قبل قليل سمحت السيد ميجامل إذا ما يرضى عن أحد بها القسقوس هي ضائرة إذن هناك تكتيك إنجاز التعبير بما يتعلق بالابتعاد عن العمل السياسي وليس الاعتزال بالنسبة للسيد مقتدى الصدر هو له علاقة بإعادة رسم خارطة جديدة لنبدأ من التيار الصدري هناك وجوه يبدو أنها تظهر أكثر من وجوه غياب لوجوه أكثر معروفة في التيار هذا أيضا سنشاهد هيكلية جديدة بالنسبة للقوى في التيار الصدري لا أكيد ممكن أولا هو ليس بتكتيك أنا أتكلم سمحت السيد دخل العمل السياسي لكن يتعامل بالأمور بواقع شرعي وجد أنها كثير من الجرائم التي ارتكبت في العراق لا يريد أن يكون جزءا منها ولذلك ترك هذا الأمر يعني ممكن إن شاء الله بعض الانتخابات وأن تتغير هذه القوى والناخب العراقي يوير هذه القوى يدخل لسماحة السيد بقوة وهذا القرار يرجع له وأكيد سوف يكون هذا الأمر سماحة السيد لا يترك العراقيين لمصير مجهول ونحن نعرف أنه سوف يتدخل في الوقت المناسب من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذها لذلك تكتيك ما موجود وإنما بقدر ما هو حرص على أبناء الشعب العراق أنا أقولش بشيء واحد العراق الكل يعرف كان معرض أن يكون الحمد لا سامح الله إلى حرب أهلية سمحت السيد لو كان موجود يمثل التيار الصدري وهو أكبر من ذلك كان صار جزء من هذا الأمر الآن هو حالة أبوية للجميع فبالتالي كان فلتر أو كان صمام أمان لو كان حدثا مثل هذا الحدث لا سامح الله هو سوف يكون أبن للجميع مثل هذا الأمر أما الرجع فأكيد رجعون أقولش بشيء واحد كل المنتسبين في التيار الصدري سواء كانوا في الوزارة أو في البرلمان السياسين جميعهم ما نقدر يعني نفسيا ما نقدر نقول إحنا مصدريين حتى لو سمحت السيد ما احترامنا سمحت سيد طلابهم من عندنا يعني ماكو واحد يقول لديانتي مسلم يقولاني مو مسلم أيضا قاعدة شعبية هناك صوت ناخب عراقي سيصوت لأنه يعني بالنهاية هناك حضور للسيد مقدد الصدر عندهم وسيصوتون فعلا إذا مشعروا أن بهالعرجي أو مجموعة من الشخصيات تتبع لأتيار صدري لذلك كنت أسألك عذرا للمقاطعة إن كان فعلا هناك رضا عن الجميع وذكرت لك بما يتعلق بقانون التقاعد والامتيازات الخاصة بأعضاء مجلس النواب العراقي وهو ما أثار بلبلة حقيقة وحفيظة السيد مقدد الصدر لا لا أبدا هذا مصحة معلومات خاطئة لو هذا الأمر الذي قام بها بهالعرجي لقام سمحت السيد بسؤال من بهالعرجي وكان حقيقة وبخر وكان أخذ من عنده موقف لا لا يشيخ موقف من الجميع هذا سربه الآخرين هذا سربه الأخوان في دولة القانون الأخوان الخصوم ووقت انتخابات سيد مجامل أنت لم تصوت للقانون؟ نعم أصوت للقانون أبدا أنا الذي قمت أنا رفعت الدعوة وألغيت هذه الرواتب وقامت لجنة حسين الشهر الثاني بزج هذه المادة ولغمت بهذا القانون أصوت عليها ولم يصيّت صوت أي أحد من كتلة الأحرار؟ لا أصوت ألم تقول المرجعية أنه ربما الموقف الوحيد الذي سجل للمرجعية بما يتعلق بالعملية الانتخابية المقبلة أنه لا تصوت لمن من رشح نفسه من النواب الذين صوتوا لهذا القانون؟ هذا قول المرجعية مشهور ومجلس النواب العراقي أو رئيس مجلس النواب العراقي عليها أن يعطي الأسماء المصوتين بعد أن يقناها والدليل على ذلك أنه حقيقة صارت زوبة إعلامية لكن لم أحد يثبت أن بهاء العراجي قال خطأ مع الاعتذار أنه كانت بعض الأسماء غائبة والمجازين هذه اللي كان بها خلل واعتذرنا بها بعضين لذلك أنا أقول صار التفاف على هذا الموضوع على هذا القانون وتبقى كتلة الأحرار هي الكتلة الوحيدة التي غالبيتها لم يصوت على هذه المادة هذا من جانب الجانب الآخر بعد نفات هذا القانون مباشرة أنا شخصيا قمت بإقامة دعوة رقمها 35 لدى المحكمة الاتحادية وموعد مرافعتها إن شاء الله يوم سوى 24 يعني بعد أيام قليلة وإن شاء الله سوف نبشر قريبا الشعب العراقي بإلغاء هذه الرواتب التي لا يستحقها أحد من المسؤولين وهو بكل الأحوال هو القضية رفعت على المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية ألم تلغي؟ نعم بناء على دعوتي لغته لغة الرواتب وتوقفة الرواتب على المشؤولين السابقين اللي طالعين تقاعد المشكلة أكو لجنة تسمى لجنة حسين الشهر الثاني كانت خاصة بقانون التقاعد وتنظر بابنة طالب الأنبار حشرت هذه المادة التفت على القانون كانت ما موجودة حشرتها وجاءوا بالتصويت عليها وراحت المادة أحنا ككتلة أحرار ما قدرنا نخرب النصاب لأن القانون التقاعد استفاد منها مليونين واربعمائة مواطن عراق وينتظروا منذ سنين لذلك مشت هذه المادة لكن وراء ما نفتها القانون رجعت مرة ثانية قمت الدعورة قمها 35 اتحادية على 2014 ونتأهد للمرجعية ولسماحة السيد ولكل أبناء الشعب العراقي بأننا سوف نلغي هذه المادة التي رادها البعض إذن بحصيلة هناك فعلا من نواب من التيار الصدري غير مرضي عليهم إن كان من هذا القانون من السيد مقتدى الصدر وأيضا المرجعية والمطالبة الصريحة بعدم انتخابهم هذا دليل إذن هناك شيء بإعادة التكوين بالنسبة لهذا المكون بناء على أداء معين بناء على إنجازات غير مقبولة هناك إعادة هيكلة بالتيار لا لا نحن باقي عندما تكلمين على تيار أنت لا تكلمين على أنا تحدث عن الجانب السياسي أحسنت وهذا ما أتحدث عنه لم ندخل أبدا ولا نريد أن ندخل بالجوانب الأخرى لأنه غير معني الجانب السياسي محشوم محشوم تماما لماذا؟ لأن أولا سماعت السيد قال أن النواب القدر يعني اللي كانوا صرم أكثر من دورتين اثنين النواب الذين للدورة الأولى أو الجدد المرشحين هؤلاء قد خاضوا انتخابات تمهيدية وهذه التجربة موجودة عد كل الأحزاب فبالتالي يصوت عليهم أبناء الشعب قبل أن يدخلوا هذا أو يقول زكوهم أبناء الشعب أو أبناء التيار الصدري قبل أن يدخلوا لهذه القوامل لذلك هؤلاء دخلوا بفلتر وممكن البعض الذي يصوت على الآن لما أقول أغالي بيت يعني أنه بعض بعض التيار كانوا مجازين أو غائبين ولم يصوت أقل من أصابع اليد الواحد على هذا القانون هل فعلا أنه مراكز التقييم أفرزت أو قالت باستطلاعات أنه شعبية التيار الصدري بناء على أداء الوزراء وتحديدا بالوزراء الخدمية قد انخفضت والله هذه الاستطلاعات أنا ما أعتق بها لا تكون تزدر من مؤسسة محترمة ورصينة عندكم أنتو مراكز تقييم لا أحد أنتو مؤسسة بيأكملها بمجالات عديدة لذلك أداء الحكومة كلها كان ضعيف علينا أن نقول بصراحة لكن أداء الوزراء في التيار الصدري هم أفضل من كل الوزراء الموجودة يقال لهم كان قريبين من الشاعر قاموا ببعض الخدمات لكن هذه الإمكانات التي يدفرها الحكومة هذا من جانب الجانب الآخر أن التقييمات التي موجودة حقيقة نطيني تقييم الحكومة اليوم مجلس الوزراء يعني اليوم موازنة ماكو فكيف يعمل الوزراء وهذه دونها مشاكل حقيقة موضوع الموازنة من يقف عائق في موضوع الموازنة موضوع قانون البناء التحتية الوقوف استخدام حقيقة هذه القوانين كورقة انتخابية للضغط بات يستخدمه الجميع لكن حتى نبقى في جزئية الوزراء بالنسبة لكتلة الأحرار لأنه موضوع وأنت أيضا تمثل وتستطيع أن تتحدث عن هذا الموضوع وكأنك قفصت على الموضوع كان الأداء جيد كان هناك رضا عن أداء والذي قدم بوزارات أغلب الوزراء الموجودين بالتيارة الصدري قدموا خدمات كم وزارة لكم سبعة نحن ستة وزارات ستة يعني وزير العمل وشون الاجتماعي حقيقة أولا الوزير الوحيد الذي استطاع أن يأتي إلى مجلس النوام بقانون يرفع من من سقف الرواتب وكذلك يزيد قاعدة المشمولين بهذا القانون الذي يشمل العرامل والأيتام والمعاقين الذي كاننا أشمل أنهم سابقا لرغم نفذ من الشهر القادم إن شاء الله وتسعى بهذا الأمر وتخبرنا أن المجتمع العراق اليوم أغلب أو 60% من الترفقراء الأخ وزير الإسكان قام بالإمكانيات البسيطة قام أيضا بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النوام وأنا شخصيا وأخواني وأخواتي بن نيناوه هو موضوع قرض الإسكان اليوم الذي يريد يبني بيت يأخذ 30 مليون هذا ما كانت موجودة بالحكومة السابقة هذا جهود السيد الوزير وكتلة الأحرار التي تبنته في هذا الموضوع الأخ وزير السياحة يعني أنتم راضون راضون عن أداء الوزراء يعني إحنا وفق الإمكانيات الموجودة نعم راضين لكن يعني الرضا كلها لا حقيقة لا هذه الإمكانيات بالعودة لموضوع الشعبية الشعبية بالنسبة من كم مراكزكم أو بمراكز أخرى لم تنخفض الشعبية والله أنت إذا تبحثين بهذا الأمر سترى أن تعبئة التيار زادت وأنا سجلي هذا التاريخ وهذه الساعة وأتراهن مع الجميع أننا سوف نفاجئ الجميع بالانتخابات القادمة وسوف نعطيها هدية لسماعة السيد مقتد الصدر حتى يرجع أن يمسك بزمام الأمور السياسية إن شاء الله الناخب الذي يختار التيار الصدري أو الكتل التيار الصدري يختار للسيد مقتد الصدر أم للأداء اليوم بعد التجربة لكم بالعملية السياسية أنا تكلموا يا صراحة هناك صدريين من يختار اللي سماحت السيد وهناك من يختار لأشخاص معينين وهناك للأداء بصورة عامة لكن أكثر من ذلك هناك أجواء من غير التيار الصدري سوف تأتي إلى قوام التيار الصدري مثل من؟ العراقيين لا ينتمون معدن انتماء لأن أرفعوا أن هذا التيار الوحيد هو قريب على الشارع العراقي ونواب حقيقة أحنا اللي حقيقة عندما قامت الحكومة العراقية بالغاء البطاقة التموينية أحنا اللي يرجع نحن هناك ثلاث أحرار أحنا اللي ثبتنا في قانون الموازنة أن توزع جزء من واردات النفط إلى أبناء الشعب العراقي لكن مجلس الوزراء قام دعوة محكمة التحادية وألغى هذه الفقرة وأول مرة بالتاريخ أن الحكومة تقوم دعوة على أبناء شعبها من أجل استقطاع هذا الأمر سنتحدث أيضا بمعنى تقول أنه في مفاجآت ستسجل بهذه الانتخابات وأنه العدد ربما للمقاعد للتيار الصدري سترتفع بناء على المعطيات التي ذكرت لكن بعد أن يتم حصد الأصوات هل هو مرتبط ربما بالمشاركة بالعملية السياسية كيف ستكون المشاركة بالعملية السياسية بشكل مباشر أم أنه سيجير الصوت القادم بالتيار الصدري بالتحالف الوطني لأحد الشركاء بالتحالف سنعود لذلك ولكن بعد الفاصل سيد بهاء الأعرجي إذن مشاهدين فاصل قصير ونواصل حديث العراق تفضلوا بالبقاء معنا رجاء أهلا بكم من جديد سيد بهاء الأعرجي التيار الصدري بلا شك وركن أساسي في المشروع الوطني العراقي العملية السياسية بعد 2003 اليوم هل يمكن توضيح نقطة أنه بعد الانتخابات سيكون هناك فراغ بالعملية السياسية بالنسبة للحضور المشاركة للتيار الصدري من يملأ الفراغ أم ستكون هناك مشاركة عملية ككتلة تطرح وزراء وأيضا أوروبا مقاعدة التيار الصدري سوف تزيد بشكل كبير ونسبة ملحوظة وهذا يعني أن كتلة الأحرار أو غوائم التيار الصدري التي سوف تكون كتلة الأحرار سوف تكون لولب للكتل الأخرى من أجل تشكيل هذا التحالف لذلك رئيس الوزراء القادم سوف يكون من التيار الصدري أكيد وإذا لم يكن من التيار الصدري فيجب أن يسميه التيار الصدري هذا يعني يجب أن يكون عالم تسميع أما التحالف الوطني تتكلمين بشيء بصراحة التحالف الوطني احنا عدنا مشتركاتنا أكبر مع مكونات التحالف الوطني واحنا خلافاتنا مع مكونات التحالف الوطني مع بعض الشخصيات التي أساءت استخدام السلطة يعني ما عدنا مشكلة ويأخواننا في حزب الدعوة ولا في المجلس العالى ولا بالفضيلة كلما أخواننا حقيقة لكن احنا بعض من أدار السلطة لم يعني أخذ من التحالف الوطني جسر للعبور إلى تحقيق منافع حزبية أو شخصية وتفرد بالحكم في مثل هذا الأمر لذلك إذا صلحوا هذا الخطأ وازالوا هؤلاء لا هناك التحالف موجود وقلت سابقا أنه إذا لم يكن هناك التشبث ربما بأسماء سيكون الأقرب وهنا لب المشكلة لكن قبل الوصول إلى ذلك وخصوصا أنه حقيقة الحرب الكلامية لم تنتهي يوما إن كان باتجاه السيد نور المالكي أو بالعكس باتجاه الكتلة الصدرية وأيضا بين السيد مقتدى الصدر والسيد نور المالكي هذا شهدناه بمراحل سابقة لكن أنا أقصد أنه بالعملية الآن السياسية سيكون هناك مشاركة أنه التيار الصدري سيرشح تقول رئيس الوزراء من الأسماء من يطرحها وسيكون السيد مقتدى الصدر سيقول أنا أرشح فلان أو فلان برئاسة الوزراء وهو يعني بعيد عن العملية السياسية أقول الشيء واحد أولا نحن نتعامل مع واقع فبالتالي ليس من المعقول أنه واحد يرشح رئيس الوزراء بعد نتائج الانتخابات مطالع هذه كلها دعايات انتخابية أنت تقول أنه سيكون نعم نعم مفاجأ أو سمع البعض سمى نحن لم نسمي هذا واحد اثنيا بعد أن نحصل هذه النتائج هذه إن شاء الله سوف يجتمع أهل الرئيس عندنا الأخوان في الأمناة عندنا الهيئة السياسية وأكيد مبارك سماعة السيد في هذا الأمر سوف يكون عندنا مرشح أكثر من مرشح وبالتالي تعرض هذه المرشحين إلى الكتر السياسية لأننا نعرف شركاء معنا ومن يكون من يختار هو سوف يكون من راح شاحا ومن ثم يذهب إلى البرلمان هذا واحد فبالتالي علينا أن نسمق الأحداث لكن المشكلة أنت تحسين على أداء السياسي أنا أقول الشيء واحد سماحة السيد السستاني دامة عزة رفض أن يستقبل جميع السياسيين أو من مثل السياسيين استقبل فقط سماحة السيد مقتدر صدر عزه الله هذا اعتزل الحياة السياسية وحمل الطابع ديني كان الكلام عن أمور سياسية وعن تشكيل الحكومة وعن الانتخابات لكن هذا ما معنى هذا معنى أنه راضي عن سماحة السيد وعن أداء الكتلة الوزارية حتى لو قلت التي كانت تابعة لسماحة السيد هذا يحتاج لتدقيك لأنه بعد الاعتزال حياة السياسية السيد مقتدر صدر التقى السيد علي السستاني هذا يسجل بأنه لم يلتقيه كشخصية له كتلة تشارك وهو قال أنه لا أحد يمثلني الكلام واضح أنه رأاه أو التقاه بشكل له علاقة بطابع ديني ورحاني أكثر كلام منطقي لا يمكن فقط أن نستخدمه واستخدامه سياسيا هذا قد يثير الحفيظة أيضا حضرتك بعيدة عن أجواء المرجعية ممكن معرفة وأنا أسألك سؤال منطقة بغض النظر كنت قريبة أو لا أحسنتي فأنا اللي أجي أقول أنا أقول أن سمحت سيد السستاني بهذه الظروف لا يستقبل السيد مقتدر الصدر حتى لو كان اليوم كتلة الأحرار اليوم كتلة الأحرار بها ثلاثة قوان هل نحن نستطيع أن نقول من ننتمي للطيار الصدر هل تستطيع أن تقول أنه غير راضي عن المجلس الأعلى الإسلامي من هو السيد مقتدر الصدر يعني ما أعرف لماذا تقول فقط الالتقاء فقط للسيد مقتدر الصدر هذا دليل على رضا بالنسبة للسيد عمار الحكيم أنا أقول أطراف من دولة القانون ذهبت إلى النجاح الأسرى وطلبت اللقاء ولم يسمحهم المرجعية أنا ما أعرف أنه سيد عمار يعني أنت تريد أن تقول أنه التقاه بصفة سياسية للسيد مقتدر الصدر السيد علي السستاني تستطيع أن تقول ذلك لا أنا ما أقنطه بس أنا أقول هو أكو كتلة سياسية تتبع سماحة السيد مقتدر الصدر ترك العمل السياسي أو لم يدركه عنده جمهور سياسي عنده وزراء عنده كتلة سياسية كله شي واحد اليوم سماحة السيد يترك ينسحب أنا صدري عقيدتي صدرية لا أستطيع أن أتخلى عن هذا الأمور زعل من زعل رضا من رضا فأقول أنا أتكلم اليوم عن سماحة السيد السستاني عندما يلتقي بمثل هذه الظروف بسماحة السيد مقتدر الصدر يعني راضي عنه وأكيد راضي عنه وراضي عن أداء الكتل التي كانت مرتبطة أو ترتبط بسماحة السيد سواء كانت وزارية أو برلمانية على الأقل أكثر من الباقين أما الباقين أنا لا أتكلم عن المجلس ألا تتكلم عن دولة القانون ذهبت قيادات دولة القانون وحتى الأمين العام أو رئيس الرجل القانون ولم يسمح له باللقاء وبما يتعلق قلت أيضا نقطة مهمة سنشاهد تصريح من السيد مقتدر الصدر يرحب أو يبارك بترشيح شخصية من الكتل التابعة للتيار الصدري يبقل ليش بعد لا أنت قلت هذه أنا حجابت أنا حجابت سمعت السيد انترك سحب اعتزل نحن لا نخطي خطوة إذا لم يباركها سمعت السيد لو رشح بهاء الأعرج اليوم رئيس وزراء اسمعين إذا رشح بهاء الأعرج رئيس الوزراء اليوم من أي ما يكون لا أقبل بهذا المنصب إذا لم يقل سمعت السيد هذا الشيء لا لا هذا الواقع ليس فقط للكل نعم يكون إن شاء الله يعني سيكون هنا يكون إن شاء الله إذا هناك عودة بكل الأحوال إن شاء الله أكيد لأنه زعلان على الوضع كله فبالتالي بنصلح الوضع أكيد يرجع هل أنت من الأسماء المرشحة لأنه حكى عن السيد عالد دواي وأيضا السيد عالد ميمي هل أنت من الأسماء المرشحة لرئاس الوزراء وبالمناسبة الأسماء التي ذكرتها ذكرها سيد ضياء الأسدي هو رئيس تيار النخب أيضا للتيار الصدري يعني هو قال قدر الشحنة وذكرنا هذه الأسماء أنت تقول لا أنا تسألين يعني كل واحد يمثل يعني وجهة نظر أحنا شيء رسمي ما موجود لا بهاء العراجي ولا غيره ولا كذا هذه بعض الانتخابات نتكلم بواقعية وواقع عملي وكل الأسماء محترمة على التيميمي وضياء وكل الأخوان محترمة وعلى دواي وعلى دواي ضرب مثل لكل العالم وليس فقط للعراقين فبالتالي يستحق للوقف والأخ على التيميم يقادم بغدال لكن هذه يعني خلينا نستهلكها خليها في وقت تتكون أنت ترشح نفسك أو ترى أنه ممكن أن تكون برئيسة الوزراء أحنا ما عدنا بالتيار الصدري واحد تطلب إلى نفسه صحيح لكن هناك تقييم يقول أنا أقدر أو ممكن أن أشغل لدي أتمتع بالمواصفات التي يعني تعطيني هذه الأفضلية لأن أكون رئيس وزراء والله هذا ما يقرر أولا كتلتي وبعدها الكتل الأخرى التي تتحالف معها وبعدها مجلس النواب لا تشعر أنك ربما أقدر هذا ما يقدر إن شاء الله نتائج الانتخابات التي تثبت إذن تعتمد على نتائج الانتخابات إذن التوجه بالنسبة للتيار الصدري لن يكون لتجيير الأصوات داخل التحالف الوطني يعني لن نرى ثنائية القطبية بين اتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى سنرى ثلاثية القطبية داخل التحالف لا أكثر من هذه التحالف الوطني تعرفين بالدورة السابقة كان دولة قانون واتلاف وطني اليوم دولة القانون بقه والأخوان واليوم السيد الجعفري وحده والفضيلة وحده والمجلس وكذلك التيار الصدري فبالتالي أكثر من قطبي رح تكون وهذه الصعوبة هي اللي رح تخلي شيء واحد أنا أتكلمني على رأس الوزراء ولذلك هاي ترتبط أيضا بالتحالف التحالف يرجع إن شاء الله لكن المشكلة أين اليوم أي مشكلة الصير في التيار الصدري في المجلس الأعلى ممكن حلاليش لأنه احنا نتكلم عنها تيار عقائدي عندنا سمحت السيدة ومرجعتني السياسية عندما تقول شيء كل يتنظر لكن أنا أقولش دولة القانون عندما يكون لهم إحساس كبير بأن رأس الوزراء قد ذهبت منهم وراحت منهم وخسروها فبالتالي هذه القامة قادتها ومريديها إلى المجلس والتيار الصدري من أجل الالتفاق حولهم من أجل تشكيل هذه الحكومة لكن الشعور الآن نسبة لهم وستطلاعاتهم تشير إلى أنهم كما تقولون أنتم وكما يقول المجلس الأعلى وأيضا بالنسبة لمتحدون والعربية كلهم يشيرون أنه سنحقق ولدينا أرقام ولدينا معطايا لكن فقط بما يتعلق بتجهير الأصوات قالها هناك توجه سياسي وانتخابي أو إشارة إلى أنه الأقرب لشهيد المحراب التحالف سيكون باتجاههم نحن طبعا ندى تفاهمات مع الأخوان في المجلس الأعلى وهم أقرب إلينا لكن نتكلم عن أرقام أكيد دولة القانون سأجيبهم الرقام ومتقدم لكن ليس الأرقام التي جابوها يشيئ مسألة رياضية ترى ما ممكن نأخذ كل واحد يأخذ الذي يريده وبعدين هذا الوضع الوضع السيء المتدني من يتحمل الجميع أحسنتي لكن الملف الأمني من ماسكا من القائد العام القوات المسلحة من وزير الدفاع من الداخلية من مدير المخابرات هذا الجزء الأكبر العملية السياسية الأزمة السياسية تجاذب الأطراف التصريحات كلها كانت عوامل التي تخلق بيئة يكون فيها تدهور الأمني موجود تدهور الأمني بالعراق منذ سقوط النظام والعمليات والتفخيخات والتفجيرات ما الجديد الذي يسجل الملشي الجديد حتى بالأخبات أحنا نتكلم الآن عن بناء مؤسسة إمنية بمليون وثلاثمئة هذا ما كان موجود بالأفين وستة مليون وثلاثمئة نتكلم عن بدون مبالغة عشرات بلوصلنا جزنا المئة مليار دولار بصرفنا على المؤسسة العسكرية وخبراء وكذا وين هذا اللي موجود هذا الفرق ما بين ألفين وأربع ألفين وخمسة ألفين وستة واليوم نحن نقول الوعود التي كانت يعني أنا أعطيك مثلا الأخوة الذين اليوم يعني دولة رئيس وزراء على سبيل المثال في الانتخابات السابقة قال انتهينا من الملف الأمني وسوف يكون الدورة القادمة إن شاء الله في بناء وعمار شو الملف الأمني استاء وعمار كل شيء ما كثير تفليش فبالتالي أنا كمواطن عراقي كأنك تخرج العراق من محيطها يعني من المتغيرات من التدخلات من الوضع الأقليمي من أزمة سوريا أنا أكو تأثر لكن أنا أقول لو دولة رئيس الوزراء يرجع في الأمور السياسية وليس في أمور الحكم من دخل فيه إلى التحالف الوطني كان يكون هناك رأي واحد للتحالف الوطني ونقف معه بكليةنا حقيقة وندعمه والرجل لكن هو انفرد في كثير من قراءات أنا أقول لشي يعني الجيش ذهب إلى إلى الرمادي والله نعرف هذا الأشي من الإعلام ما عدنا بالتحالف الوطني هذا الأمر ولذلك هذا الكثير من الخلط والخطأ صار وحذف وطلعت الأططيج السيدي الأصلي في السومرية بإساءة للجيش هم ما إساءة للجيش وأنا ما أسير ينقصر سانة لسي للجيش العراقي سنعود لهذه النقطة ولموضوع التحالف وإمكانية أن نرى أو نتصور شكل الحكومة المقبلة وأيضا بالنسبة للدور الإقليمي أيضا في الانتخابات وفي تحالفات من بعض الانتخابات لكن سنتوقف مع فاصل لو سمحت لنا سيد بهاء العرجي إذن مشاهدين فاصل قصير ونواصل حديث العراق ابقوا معنا أرجع أهلا بكم الجديد مشاهدين في حديث العراق ونجدد الترحيب بضيفنا السيد بهاء الأعرجي رئيس تجمع الشراكة الوطنية للتيار الصدري أهلا بكم مجددا سيد بهاء الأعرجي نعود سريعا إلى ما يتعلق بالتحالف الوطني وكلام واضح للقيادة في المجلس الأعلى الإسلامي سيد همام حمودي قال سيكون التحالف الوطني منطلقا لتشكيل الحكومة المقبلة وفق ماذا؟ خصوصا من الحديث واضح هناك صراعات داخل التحالف الوطني سقور هناك البعض يقول خلاف واضح بين سيد مقتد الصادر وسيد نوري المالكي التحالف الوطني البعض يقول أنه كله مهدد بشكله ربما لن نراه بهذا التماسك بعض الانتخابات أولا تحالف الوطني لم يكن مهدد إذا أرادوا الآخرين أن يجهدوا من أجل السلطة هذا واحد الثانين ماكو خلاف ترمى بين سماحة السيد على الأقل من طرف سماحة السيد مقتدى عزه الله والسيد المالكي والدليل على ذلك أن أربع بيانات مدح بها سماحة السيد مقتدى الصادر المالكي سماحة السيد يتعامل مع المواقف إذا المالكي مش عدل يمدحها إذا لها راح منا ومناه فبتالي هو يمثل المرجعية أكيد ينتقد على هذا الأمر وهذا الأسلوب الموجود في المرجعية سيد باكر جبر الزبيدي قال أنه يخشى على التحالف الوطني هو من المجلس الأعلى ليس بالإتلاف الوطني قال يخشى طالب أكثر مرة يتحول لمؤسسة هناك ورقة إصلاح ولكن يبدو حتى هناك اتفاقات لا يبدو ذلك الوفاق أختي العزيزة أحنا التحالف الوطني شكل بسبب ما جبنا الأكثرية في الانتخابات السابقة والأغلبية اللي كانت شكل واتفقنا على يتحول مؤسسة ويكون نظام داخلي احنا التحالف الوطني لحد الآن ما أقرر النظام الداخلي ماته وخلصت الدورة ولا تحول إلى مؤسسة إذن أرادوا من هذا التحالف جسر ليأخذوا الحكم هذه المرة ما نسمح لهم لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين لكنه كان شريك فيه سيد أنتم تيار الصدري في عام 2010 كان واضح يعني الكلمة الفصل للتيارة الصدري والدخول والعودة وكان كلام واضح ولذلك رجعنا بال2012 عندما ردنا سحب التقم للحكومة لكن للأسف الشديد صارت هناك بعض المزايدات وبعض الترغيب يكون الكلمة الفصل لسيد مقتدى الصدر بهذا الموضوع هو الذي أوقف عملية آخر بالكلمة الأخيرة لسحب الثقة لا أبدا أبدا آخر من سحب سمعت السيد لا لانسحبه بعض الموقعين والسيد جلال الطلبان يا الله يأتي الصحة والعافية أخر وفي مثل هذا الأمور ومعطل فيه هذا الأمور أكيد هم سحب بالنهاية السيد إيلا بعد ما يطيب ما عنده الأسوات الكافية عنده 40 مقعد وما تسحب التقم وبالتالي جاملوا البعض أعطوهم بالترغيب والبعض بالتهديد ومن ثم جاولوا ولذلك وصل الإراق لا موصل عليه لو 2012 مسحوبة تقم ومشكل حكومة وحتى لو عيد الانتخابات كان وضع الإراق أفضل بكثير خاصة الظروف الموضوعية التي تمر بها المنطقة مثل ما تفضلت وربما البعض يقول مغاير أن الظروف التي تمر بها المنطقة وقع بالفراغ يعني الحقيقي لأن البعض يقول أنه لم يكن هناك أقول العدسة ما أكثر أختي حكومة داخل المنطقة الخضراء في الجرين زون مربعة أنطيني واحدة من الكتلة السياسية يكون فشار على الإراق أنا لما أعطيش يعني أنا أعطيش منسب بما هو وضع الانتخاب ووضعنا كتلة طب لماذا لم تنسحبه من الحكومة إذا كان وضع الحكومة بهذا الشكل أنا لما أعطيش مجسات هل قد رح تجيب الانتخابات ونفوز وكذا ليس لأننا في الشارع العراقي نحن مساكنين بالمنطقة الخضراء ولكل يقول ذلك بالمناسبة لا نحن مساكنين بالمنطقة الخضراء مو الكل لا أعطيني واحد الكل يعرف بيتي ونساكنان وهكذا أخواتي وأخوتي أغلبية حتى أقول نحن ساكنين فنعرف هذه المجلسات أما لماذا لم تنسحب الحكومة لأننا لما نسحبين الحكومة أيضا لهذه الوزارات كانت تقسمت قسمة الغرماء ومن ثم جيرت إلى المصالح الحزبية عندما يقول الاتلاف تلاف دولة القانون علما أنه لم يرشح نفسه بصريح العبارة سيد نور المالكي لولاية ثالثة لم لا أحد يتجرأ منهم أن يرشح بعد المالك هناك اتفاق بالمناسبة بإتلاف دولة القانون على شخص المالكي هذا لافت بالنسبة يسجل لا أحد يستطيع أن يتجرأ أنت تقول ذلك لكن هناك التفاف الكلام والتصريحات التفاف حوله على شخصه أنه سيكون مرشح لإتلاف المجلس الأعلى لا يوجد لديه ذلك الالتفاف علما أنه قاله سيد باكر جبر الزبيدي أنا الأقدر على أن أشغل هذا المنصب أنتم أيضا تقولون بالتيار الصدري نحن الأقدر نحن لسنا فقط أقدر سوف نعطيهم درس كيف تدار الدولة لكن هذه المشكلة ولذلك لا أحنا ما نقول نحن نقول كافي يا أختي ثلاث سنوات صار لهم حسب الدعوة حكم العراق ونطني بهذه ثلاث سنوات صار عندنا أمين خدمات صحة تعليم جيش كل شيء ما صار عندنا يا عزيزتي فبالتالي كافي خلي يجرب الغير بعدها نريد واحد يجي يحكم بسبب التحالف لازم أنزع هذا التوب الصدري اللي أشرف به وشرف إلي لكن بهذا الموقع لازم أنزعه وأمثل التحالف الوطني بكل مكونات هذا الرئيس الوزراء الحقيقي هذا واحد أثنين لا أحد بمفرده يستطيع أن يحكم العراق لأن العراق يوم بملفات كثيرة يجب أن يمكنها قرار جمعي وأن يشترك الآخرين فيه هذا اللي ما يقوم له الأخوان في دولة الله من نسبة المجلسة الأعلى لم يشغل منصبا بالحكومة واليوم يقول نفس الكلام نحن الأحق حقهم إذا جابهم نتائج ما الذي يحكم اليوم أن يكون هناك رئيس وزراء أين هو الدور ربما الإقليمي من هذا الموضوع أنا أتصور اليوم دور الإقليمي قليل وأقلها صفر على التيارة السدري أنا أقول أن تتكلموا يعني هناك دولة قانون الأخوة في دولة القانون وهناك المجلس الأعلى هناك التيارة السدري ذو لهم مكونات التحالف الحقيقية الآخرين حقيقة يعني محشوبين على التحالف لكن ليش يبت قلم كبير خمس مكونات ومو فقط حزب واحد فبالتالي إذا المجلس الأعلى جاب بأرقام أكثر من التيارة السدري ويكون مرشح من رئيس وزراء إذا جاب أحد مكونات تحالف الدولة القانون أكثر من التيارة السدري يكون من عنده باستثناء السيد المالكي لكن التيارة السدري أنا متيقن ومتأكد بأنه سوف يكون الأكثر مقاعد في الانتقارات لذلك رأيس الوزارة سوف هو يقول له وحتى لو لم تكن له هو يتنازل بها لتحقيق المصلحة العامة ولما التحالف الوطني ولا يمكن التوافق أبدا مع تلاف دولة القانون نعم بالعاكس من قريبين بمعنى أن السيد نور المالكي لولاية ثالثة هذا مرفوض قطعا ولن يعيد تكرار 2010 عندما قال السيد مقتدى الصدر لا لولاية ثانية بـ 2010 كان لسيد نور المالكي لن يعود بهذه الاتخابات أنا أقول لي شيء واحد أنا أقول لي تكثل من المرة أنا لأولاية ثانية وأنا اللي الشرف الكبير أنه أعضو مجلس النواب الوحيد الذي لم أصوت للمالكي يفان فيهم أن لا أصوت لأن كان هناك صفق أنا ما صوتت لأن أعرف اللي كان للي سير لذلك هذه المرة ما سير هذه المسر مع احترام للسيد المالكي السيد المالكي شخصية سياسية حكام عنده فد شيء لكن الأمر بعد ما يمشي هناك خلافات مع التحالف الكردستاني مع مكونات التحالف الوطني مع الأخوة في المتحدون والعراقية رئيس الوزراء يجب أن نكون قبل الجميع هذا ما متوفر بسيد المالكي هسا عنده إنجازات هذه الخلافات لم تحمل طبع انتخابي وخلافات لمكاسب سياسية لكن فوق كل هذا أنا أقول لي الانتخابات نتاج الانتخابات على الجميع أنا تقطع روس إليها وبعدين ممكن بعد الانتخابات يصبح حديث آخر ممكن أن أتكلم غير هذا الحديث لأن مصلحة العراق فوقل شيء أنا أعتقد بعد النتائج الانتخابية يكون مثل هذا اللقاء أنا أقول لي هل ممكن رئيس الوزراء يكون المالكة أو لا يكون ممكن أن يختلف ممكن يكون رئيس وزراء لكن يقولي التيار الصدر يقبل لا ما يقبل بالعودة مجددا الموضوع الأقليمي العلاقة مع إيران هل فعلا هناك علاقة ليست بطيبة مؤخرا بين السيد مقتدى الصدر وطهران هذا ما نقله حقيقة أيضا أنقل سيد باكر جبري زبيدي قال أنه كان يبدو مشكلة معينة والآن يعمل على حلها أو حل حالتها وبدأت الأمور تتجه بهذا الاتجاه لا يمكن سمحت السيد لا يقدم مشكلة يمكن الإيرانيين عندهم مشكلة لأن سمحت السيد لا يقبل أحد أن تدخل بالشأن العراقي وهذه مسألة طبيعية على إيران ما تزعل منها إذا اعتبروهما مشكلة فهذه مسألة طبيعية اليوم أنت من لبنان هذا البلد المحترم لا تقبلين واحد يتدخل فبالتالي نحن كعراقيين إذا الباقين قبله فنحن لا نقبل فقط هو خارج الموضوع أنا من سوريا لا هو بكل الأحوال المشكلة في سايكسبي ليس له علاقة إن شاء الله نفضل فعلة تتحدث عن سوريا كما كانت إن شاء الله وكون التحدث عن سوريا بالوقت القليل المتبقي بما يتعلق بالأزمة بسوريا أثرت على العراق إلى أي حد هناك ارتباط بين الواقع في العراق والواقع في سوريا خصوصا بالأربع سنوات المقبلة لذلك تعتبر هذه الانتخابات الانتخابات لها شكل أو توصف بأنها مصيرية أو حاسمة أو لها علاقة بالدور الإقليمي وبمحاورة يتم تشكيلها سوف يعني العراق جيران سوريا مثل ما الأردن جيران سوريا أردن ما تأثرت ممكن تأثرت اقتصادياً بس على الوضع الأمني ما تأثرت لذلك إذا نريد الأزمة السورية نجيبها للعراق إذا نريد نبعدها نبعدها لكن إذا ننطفي هذه الأزمة الموجودة في سوريا لا موضوع محاور يعني اليوم مكان العراق موقعها موقفها بمحاور معينة مهم أكثر من غيرها يعني أكيد العراق في الأربع سنوات يعني القادمة يجب أن يلعب بشيء كبير من أجل إخماد الفتنة في سوريا كيف؟ في كل الإمكانيات أولاً هنتكلم بصراحة هناك خطوط تعمل في سوريا هذه الخطوط بعضها من خارج سوريا وهم أصدقاء العراقي أو بعض الأحزاب العراقية بالتالي أن يدفعوا هذا الفتنة هذا واحد الثانيان اليوم سوريا تحتاج إلى دعم مادي يعني هناك من يقدم من يقدم الدعم المعنى ويقول أنا أقاتل وأروح وأرجع وبعد قوات لكن ما يعطي فلس إلى سوريا اليوم العراق لازم أن يقف مع سوريا لأن سوريا وقفت معنا لفترة طويلة علينا أن نرد هذا الجميل ونحن نتعامل ليس فقط مع حكومه وإنما مع الشعاب لذلك أن نقدم هذا الدعم المادي لسوريا من أجل بناء سوريا اليوم المشكلة أكبر بعد أن تقر الأوضاع في سوريا هناك مشكلة خراب وإعادة بناء علينا أن نقدم الدعم جميعا إلى سوريا حتى تبقى سوريا حقيقة علم ما بين البلدان العربية إن شاء الله سيد بها الأعرجي رئيسة جمع الشراكة الوطنية للتيار الصدري ضيفنا في حديث العراق في ستوديو الميادين ببغداد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا كل شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة حلقة اليوم من حديث العراق انتهت السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا جزيلا